اشتركوا في القناة تبدو من تاريخ القبض عليهما وكانت النيابة توجهت للمتهمين قيامهما خلال الفترة من 97 إلى 2008 بالتخبر مع دولة أجنبية والاتصال غير المشروع مع من يعملون لصالحها وتسليم وإرسال وثائق وأخبار خاصة بالدفاع والأمن والاقتصاد عبر التقائهم مع الملحقين الثقافي والتجاري بسفارة إيران بصنع ما ضرب المركز السياسي والدبلوماسي للدولة